كما نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن وعميق الأسى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور شريف إسماعيل وتوجه مجلس الوزراء بخالص العزاء والموساء إلى أسرة الراحل ومحبيه مؤكدا أننا فقدنا اليوم قيمة وقامة عظيمة كانت دوما أهلا للثقة وتحمل المسئولية وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الراحلة بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التي تولها لافتا إلى أن الوطن لن ينسى هذه الإسلامات الجليلة وسيظل يذكرها بكل تقدير ووفاء وعرفان